أحياها نهجا وقيا أنثرها خلقا وشيا أملأها أملا وهما عكس منها صورتي إنها مسؤوليتي أحمي حياتي وهديها تجه الصحة واقيها ومن النور أغذيها بدني روحي شخصيتي إنها مسؤوليتي كثيرا ما نفسد الأشياء دون أن ندري ونجرح لآخرين دون أن نشعر ونهين البعض دون قصد ولا نقدر الأشياء إلا بعد فقدها ربما تغلبنا نياتنا الحسنة وتفسدها أعمالنا السيئة نعلق بمصحة السيارة لما وما نقرأها من أجل حفظ العين نكتب الآيات على فتاة المحلات والسيارات من غير سياقها نلم الأوراق وما تحمل به من أسماء اللفة الجلالة نخطط دون أن نشعر فنمتهن الآيات والكلمات كلنا عندنا بيوت وعندنا سيارات أو عندنا مزارع أو حدائق أو بعض الممتلكات اللي عندنا في بيوتنا كيف أن الله تعالى يأمنها لي ويحفظها لي من عيون الناس أحط استكرا عليه ذكر الله؟ لا أحط على البيت ما شاء الله؟ لا شون الله يحفظ بيتي؟ أحفظ الله يحفظك هناك ذكارة تقولها ذكري عنده دخول منزل وعنده خروج منزل أمنع الصور معلقة في البيت أجتهت في قراءة القرآن أجتهت في قراءة البقرة الله تعالى يحفظ لك بيتك أما الاستكارات على السيارة وما شاء الله لقوة الله بالله ومشارة حاسدة حاسدة حاطة الكف ومدر إيش وبعض منها يضع مصحف في مقدمة السيارة عشان عين والبركة وكذا لا طيب إن النصار يحطون صليب إحنا نحط قرآن لا ممقاس نطبق مثل ما هم يطبقون إحنا نطبق لا إحنا ديننا يحفظ الله يحفظك الله تعالى في سماه يحفظنا ونحن في الأرض يتولى الحفظ الله تعالى بدون ما تحط استكار يمتهن هذا الاستكار وحطي أذكار وحطي مدري إيش الله محمد ما يصرح أن يفتحطها أعلى منها منتشر في بعض الدول غير صحيح ولو أكثر الناس يسوونها إذا هم يحطون كذا النصار والغير المسلمين نحن نسوي كذا لا 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 لهم دينهم ولنا ديننا لنا عقيدتنا وطريقتنا للحفظ في أي ممتلكات عندنا لكن بعض الناس يحب أن يقلد الغير في طريقة حفظهم لحاجاتهم وممتلكاتهم وهذا خطأ وأنت الصحي إذا طبقت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما يلاحظ في هذه الأيام للأسف امتهان الأذكار وامتهان لفظ الجلالة عند بعض الناس أنا حسني أنا أدري أنه ما قصد أنه يمتهن لفظ الجلالة الامتهان يعني كأن الإنسان ما يعظم اسم الله تعالى ساعات عندي كتاب رسمي فيه لفظ الجلالة تنقط بالزبالة لا يليق الصحف اليومي والجرائد اللي يأكلون عليها لا يليق لأن الصحف هذه إذا كانت بلغة العربية طبعاً مو صحف العلانات التجارية فيها الفظ الجلالة فيها عبد الله عبد الرحمن أسامي وفيها آيات خاصة يعني الإعلانات حق العزاء وللأسف حتى إعلانات النعي تكون فيها آيات يا أيها نفس المطمئنة يعني الآيات يكتبونها للميت كأنها يدخلون من الجنة أو يخرجون من النار لا ينبغي هذا الشيء منها الأكل على الصحف والجرائد يمكن قلة هذه ساعات نسويها لأنه يأخذون الجرائد يمسوحون فيها الجامات أو يحطونها داخل الصحون يعني لفظ الجلالة هذا شنسو فيه يوضع في أماكن تتلف بأي طريقة تحرق تمزق فيه حتى عندنا هنا في بلادين أو في كثير من الدول ليحفظون على نظافة البيئة قسم مستقل للصحف والمجلات أو الأوراق يعيدون تدويرها يطمسون هذه الألفاظ هذا أمر طيب لكن للأسف نشوف السيارات يحطون ما شاء الله لا قوة الله بالله وبسم الله على السيارة لو كتبت القرآن كله على السيارة يعني أنت بي الله يحفظ سيارتك هذا غير صحيح أنا أحاولني ما يعني العلماء يقولون هذا ترمصور امتهان أنك تحط الآيات بالطريقة هذا أو تحط اللفظ الجلال وتحط كذا على السيارة تغبر وكذا كذا ما هو تعظيم الاستكار الله بيحفظك بدون ما تحط أي شيء أنا عقيت يموت العقيدة بعض الناس يعلق الخرق والخيوط والخزع بلث على السيارة وشوفوا لاحظوا في بعض الدول ما أقول أكترتك في بعض الدول السيارات الكبيرة ها فلوري والتنكر أو لا ماذا يسمونه يحطون خرق سوداء على المقدمة والمؤخرة بسكت واحد قلت بابا شنو هذا؟ قال بابا هذا عشان عين ما يجي هذا مشكلة يجي حادث الله حافظ يتقول الله حافظ على الأقل الخرق قلت شيل هذه انزعها قال بابا انت شيل هذه المشكلة واجد هذه يعتقدون بأن الخرقة هذه قرأ عليها إمامهم ولا شيخهم هذا غير صحيح لفظ الجلالة حتى القرآن الذي يوضع في السيارات ما يمتهم بالطريقة هذه حط لي مصحف في مقدمة السيارة ليش يقول الله عشان حفظه بركة حط القرآن والدخن حط القرآن والطول على الموسيقى حط القرآن وانت عارف ش يسير بالسيارة لا ينبغي يعني قصدك اني أشيل القرآن وأحطه في البيت وأسوي من الحرام ما شاء الله الله رقيق والملائكة كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون احذر من ابتهاء نفط الجلالة والقرآن أن القرآن يوضع للأسف تحت وسادة بعض المواليد وشفنا هذا الشيء يوضع على يعني العريس أو العروس يأخذ المصحف حطونا على رؤوسهم القرآن هذا هل هو مخلوق له هو كلام الله المتعبد بتلاوته لما تشتري الدواء تحطه في البيت ما شربته ما استخدمته كيف الله تبقى الله يشفيك بعد شفائه أنك ما بدلت السبب القرآن الله تعالى أنزل لي تقرأه القرآن يتلى أنا لي وضع في النهار لكن أن بعض الناس لأسف يهين القرآن بالطرق هذه غير صحيحة أقطع من مصاحف القرآن والصور وتوضع في المحفظة كذلك بعض الناس يحط في البوك عنده بعض الآيات سورة ياسين آية كل سمع و ذات و حتى أن بعض الناس يعتقد أن القرآن إذا وضعته بالطريقة هذه حفظ لي مسكت واحد وجدته يضع للأسف في محفظته قل 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 معلقها و منزقها و مدريش تعويذة هو من جنسية من الجنسيات الآسيوية تكلم عربي قلت إيش هذي قال بابا هذا قرآن عشان حفظ هذا قرآن قرآن يعني إحنا هو بحجني قلت قرآن تدخل في الحمام البوك لما كان في دراهم كان في دنانير ريالات واجد ندخل البوك معه خايف لا تنسرق لكن إذا كان ما عنده الفس دخل بوك معه و في قرآن و آيات كذلك رأيت يعني في بعض محلات الذهب و عند بعض النساء أنا و عند بعض النساء يعلقون قلادة فيها الله لفظ الجلالة و وجدت امرأة و كلمت من باب أني أنا أخوها الصغير و هي مرة كبيرة قلت الخاطعة تأتي العافية حاطة سلسال قلادة فيها الله قلت آه إيش فيها يعني يعني هي أظن الآن مستانس منها قلت طبعا بأكلمها الآن بشيء صغير بعدين أبدأ معها حبة حبة قلت فيها لفظ الجلالة تدخل فيها الحمام هذا امتهاء لفظ الجلالة طبعا إذا اعتقدت أنها تعويذة و حفظة هذا لا شك أنه يقع يصل إلى التمائم و التمائم و الرسول صلى الله عليه وسلم يقول و من علق تميمه فلا أتم الله له و هي شركة إذا اعتقد الخرز اللي فيها و الخرافات اللي فيها أنها تحفظ أما القرآن أضع من أجل يحفظ هذه من البدع لا شك الواحد يعتقد بأن الله تعالى هو الحافظ من صور امتهاء القرآن هذه الأمور التي نراها للأسف تمارس من بعض شبابنا و إحنا ساكتين لا 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 حتى القرآن اللي فيه بيوتنا ما نعلق القرآن تعليق من أجلنا يحفظ لا تتلق القرآن في بيتك مثل الدواء إذا ما شربته ما تجد المعافاة بعد ما عفات الله تعالى كذلك القرآن إذا ما قرأت القرآن و تلوته كيف تجد أن الله يحفظك إياكم امتهاء لفظ الجلالة لا تهينوا القرآن بطريقة هذه تمتهن القرآن كذلك الرسم على القرآن و تلوين القرآن بعض العلماء قالوا لا ينبغي القرآن لو أنا وردي بهدي وحدة من زميراتي قرآن وحدة تقول لي قرآن ملون ما ينبغي وعليه ورود وعليه كذا لا القرآن يحترم كلام الله عز وجل حتى نتلوه حق التلاوة وليكون في شيء من الزخارف و التصوير التي توضع في القرآن لكن الوحدة تسعى تقول جوزي نحط خط تحت آية كذا قلم رصاص ما في حرد ليست فيه امتهاء من باب التعليم واضح أما غير ذلك لعله يدخل في الامتهاء أنا أعلم ليتك طيبة لكن أحذر وبعد عن هذه الأمور حتى ما تدخل فيها الشبهات قال عليه الصلاة والسلام فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لا تقع في الشبهات حتى تلقى الله تعالى وهو أنك الله يحيا يا جدوق من ترها خلقا وشير أملوها أمدا وهمة أعكس منها صورتي إنها 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 مسؤوليتي ترجمة نانسي قنقر